أقدر الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نحفظ الباب غاء صورة الفاتحة سيتطلب الأمر وقتا طويلا وسنبدأ بالجزء الأول وسنأخذ آية آية حتى يستطيع الباب غاء أن يحفظ الكلمة بسهولة وإذا ما أتممنا هذه المسجلات الصوتية وسوف نترك هذا المسجل أمام الباب غاء في الصباح وفي المساء فترة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يستطيع الباب غاء أن يحفظ الآية الأولى فإذا ما أتم الآية الأولى من صورة الفاتحة نستطيع بعد ذلك أن نقوم بتشغيل المسجل الآخر حتى يتم الباب غاء صورة الفاتحة وبهذا العمل سيكون عملا مدهشا مبهرا بأن يكون باب غاء وطائرا يحفظ صورة كاملة ألا وهي أعظم صورة من صور القرآن إنها صورة الفاتحة ونبدأ الآن بالآية الأولى الحمد لله رب العالمين 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 الحمد لله رب العالمين